اشتركوا في القناة ثم تكون ملكا عضا فيقول ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج نبوة ثم سكت الحمد لله يختبر عباده بالسراء والضراء نعوذ بالله من فتنة الدهيماء والصلاة والسلام على خير الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأتقياء الأنقياء أما بعد متابعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مع قذائف النبي على الحكم الجبري في الحلقة الماضية تكلمت عن فتنة الدهيماء وذكرت شيئا من خصائصها وكانت أخطر عبارة من خصائص فتنة الدهيماء هي قوله صلى الله عليه وسلم حتى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه ففتنة الدهيماء ستتكشف يوما بعد يوم عن معسكر ليس فيه إلا العمالة إلا الخيانة إلا موالاة الكافرين ومعاداة الدين ومعسكر في المقابل ليس فيه إلا الإيمان وقد جمعت لكم من أحاديث فتن آخر الزمان بعض ما يتعلق بخصائص تلك الفتنة المظلمة المطبقة منها قوله صلى الله عليه وسلم ثم تكون فتنة كلما قيل انقطعت تمادت لا يدفعونها من ناحية أو في رواية لا يرقعونها من ناحية إلا انفتقت من ناحية أخرى حتى لا يبقى بيت إلا دخلته ولا مسلم إلا سكته أو شكته حتى يخرج رجل من عترتي ويقول صلى الله عليه وسلم تأتيكم بعد أربع فتن الأولى يستحل فيها الدماء والثانية يستحل فيها الدماء والأموال والثالثة يستحل فيها الدماء والأموال والفروج في فتنة الدهيماء في آخر الزمان ستغتصب فيها المسلمات الطاهرات العفيفات وهذا ما لم يفعله كفار قريش بالمسلمين في الغربة الأولى فلم يذكر التاريخ قط أن رجلا كافرا في مكة اغتصب امرأة مسلمة ولكن في فتنة الدهيماء ستستباح الدماء والأموال والفروج يقول صماء عمياء مطبقة تمور مور الموج في البحر حتى لا يجد أحد من الناس منها ملجأة تطيف بالشام وتغشى العراق وتخبط الجزيرة بيدها ورجلها وتعرك الأمة فيها بالبلاء عرك الأديم يعني تفرك كما تفرك قطعة الجلد ثم لا يستطيع أحد من الناس أن يقول فيها مه مه كفى توقفوا وقال صلى الله عليه وسلم فتنة عمياء مظلمة تمور مور البحر لا يبقى بيت من العرب والعجم إلا ملأته ذلا وخوفا يشتد فيها البلاء حتى ينكر فيها المعروف ويعرف فيها المنكر لا ينجو منها إلا من دعاك دعاء الغرق في البحر تنجلي حين تنجلي وقد انحسر نهر الفرات عن جبل من ذهب من خصائص فتنة الدهيماء متابعي الكرام أن الذمم والضمائر ستباع وتشترى يبيع الرجل دينه وشرفه وكرامته بالمال والمنصب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنة ثم يمسي كافرا ويمسي مؤمنة ثم يصبح كافرا يبيع أقوام خلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا يسير وقال ويعطى مال الله على الكذب والبهتان تكذب أكثر تعطى مالا أكثر ويعطى مال الله على الكذب والبهتان وتسفك الدماء بغير حقا في أغلب بلاد الإسلام ستسفك الدماء أنهارا وتقطع الجثث أشلاءا سيسمع الناس كل يوم عن قتل بالمئات وربما بالآلاف وتسفك الدماء وتقطع الأرحام ويصبح العبد لا يدري أضال هو أم مهتدي من خصائص فتنة الدهيماء أنها ستكون كاشفة فاضحة لفئات من الناس تظهر حقيقتهم وتنزع الأقنعة عن الوجوه من هذه الفئات العرب قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة تستنظف العرب تظهر معادنهم وتكشف سرائرهم وتخرج أوساخهم ونتن قلوبهم من خصائص فتنة الدهيماء متابعية الكرام أنها عقوبة من الله عز وجل لمن؟ لعلماء السلاطين الفقهاء الكذبة القراء الفسقة عقوبة لهم على تجرؤهم على الكذب على الله عز وجل ولي أعناق النصوص وتطويع الدين من أجل تمكين الظالمين العلماء الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم باعوا دينهم وعلمهم من أجل المال والشهرة والمنصب أو خوفا من بطشهم وأذاهم تعالوا نتعرف على قذائف النبي على علماء الحكم الجبري علماء السلاطين في فتنة الدهيماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمالئ قراءها أمراءها يعني ما لم ينافق العلماء الحكام الظالمين وما لم يزكي صلحاؤها فجارها فأهل الصلاح الذين يحسب الناس أنهم على خير لا يصح أبدا أن يثنوا على أهل الفجور والطغيان والبطش قال وما لم يهن خيارها أشرارها يعني ما لم يقم شرار الناس أسافل البشر الحثالة الذين لا وزن لهم عند الله ما لم يقوموا بإهانة الأخيار الأفاضل ويتطاولون عليهم بالسب والإهانة والضرب والتعذيب فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب ثم ضربهم بالفاقة والفقر أولئك العلماء أيها الإخوة سيلبسون للناس قناع التدين بينما تخلوا قلوبهم من الإيمان وإليهم قذيفة نبوية أخرى يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء ظلمه ووزراء فسقه وقضاة خونه وفقهاء كذبه وفي رواية وقراء فسقه سيماهم سيما الرهبان وقلوبهم أنتن من الجيف سيماهم سيما الرهبان ترى جبته وعمامته ترى لحيته وغطرته تجله توقره ولكن قلوبهم أنتن من الجيف قلوبهم رائحتها نتنة أولئك هم الذين رائحتهم نتنة بل رائحة قلوبهم مما فيها من حب الدنيا وطاعة الظالمين هذا وصف رسول الله لهم يقول أهواؤهم مختلفة يعني ليسوا أصحاب فكر واحد بل قد تكون مذاهبهم العقدية متعارضة ولكن جمعهم حب الدنيا وطاعة التواغيت فيفتح الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتهاوكون فيها أي يسقطون ويفتضح أمرهم وقال صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يعني يحصلون على الدنيا على المناصب والمال والشهرة عن طريق الدين بقال الله وقال رسول الله أولئك هم تجار الدين حقا يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من العسل نعم تسمع الرقائق والقصص والمواعظ والملكات الصوتية والنبرات الحنجرية تبكي وتتعلق بهم ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل أبي يغترون أم علي يجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم منهم حيرانا ففتنة الدهيماء أيها الإخوة ستكشف أولئك العلماء وتظهر معادنهم وتكشف مساوئهم وأن علمهم ما كان لله وإنما كان من أجل المنصب والمال والشهرة وعلماء الطواغيت أنواع فمنهم من كان يعد لهذه المهمة على أيدي وأعين الطواغيت منذ نعومة أظفاره ومنهم من سيبيع دينه وعلمه خوفا من السجن والتعذيب ومنهم من طمع في متاع الدنيا ومنهم من عليه مماسك وسقطات فخاف من الفضيحة وهذه قذيفة أخرى عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لاحظ هذه العبارة الخطيرة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فلن ينفعك اتباعك لعلماء مضلين كذبه لا تغرنك عبارة ضعها برقب تعالم واخرج سالم لا لن تخرج سالم من أجابهم إليها قذفوه فيها المسلم يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال فإن تكلم العالم وقال حقا فاتبعه للحق الذي يقوله وإن قال باطلا فلا تتبعه وإن كان شيخ المشايخ أيًا كانت درجته العلمية وشعبيته ومريدوه وتلاميذه مهما كان تعلقك به مهما كان تعلقك به وتتلمذك على يديه فالعبرة أخي بالحق والعدل في آخر الزمان لا تتعلقن بالرجل وإنما تتعلق بالدين بالكتاب والسنة حتى لا تضل إن ضل شيخك ولا تصدم إن تبين لك فساده وانحرافه وفي الحقيقة دائما أقول إن أشد الناس بلاء في فتنة الدهيماء سيكون العلماء الدعاء الوعاظ الخطباء كل من سيجلس أو يقف ليحدث الناس قال الله وقال رسول الله ماذا سيقول هل سيسخط الله ويضل الناس فيمالئ الطواغيط ويمدحهم أم يقول الحق ويعرض نفسه لبطشهم وتنكيلهم أم يجلس في بيته يغلق عليه بابه وفاه ويقول ليت أمي لم تلدني فالله المستعان في الحلقة القادمة إن شاء الله سأتكلم عن الاستراتيجية النبوية في التعامل مع حكام الجبرية فإلى لقاء آخر إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر